النهاردة الحقيقة يعني حلقة جديدة في سلسلة إخفاقات اتحاد الكرة المصري المستمرة ولما باتكلم على إخفاقات هنا ما باتكلمش على إخفاقات في الملعب فقط ونتائج المتخبات الوطنية أو ما باتكلمش على إخفاقات ليها علاقة بالنتائج ولكن باتكلم على إخفاقات إدارية لو سمحتوا لي أن أقول الكلمة دي أو أسميها كده إخفاقات إدارية النهاردة يعني فوج الجميع برئيس اتحاد الكرة المصري الأستاذ جمال علام أنه بيعلن في برنامج البرنامج الإزاعي برنامج الزميل الأستاذ محمد الليسي النجوم فعز الظهر بيعلن في رده على سؤال الأستاذ محمد الليسي أن اتحاد الكرة يعني وصل له خطاب بيفيد بأن اللعب رمضان صبحي لعب نادي بيرامدز معرض للإيقاف لظهور عينة إيجابية في كشف المنشطات طبعا يعني تصريحات صادمة وهقول لحضركوا تصريحات صادمة ليه؟ لأن قانون يعني منظمة مكافحة المنشطات الدولية واضح وصريح واضح وصريح أن حتى لو كانت هناك عينة إيجابية لأحد اللعبين فيجب أن تكون سرية يعني إيه؟ يعني النهاردة لما بيقى فيه لعيب أينته إيجابية بيبعت صورة من الخطاب لاتحاد الكرة وصورة للنادي بتاع اللعب وبتبقى أحد بنود العقوبات الإعلان عن العقوبة يعني إيه؟ يعني بيقول لك أن العيد ده ممكن يتوقف أو ممكن ياخد غرامة أو ممكن يتوقف وياخد غرامة وممكن بقى أن أنا أصعب عقوبة فيهم أن أنا أعلن عن العقوبة أن أنا أعلن عن العقوبة فتخيلوا حضراتكم أن رئيس اتحاد الكرة الأستاذ جمال علام يعلن عن العقوبة بنفسه وأنا راجل عارف كويس قوي النقطة دي وعارف أن ده خرق واضح وصريح للكود الدولي أو للقانون الدولي للجنة مكافحة المنشطات لأن خلي بالكم أن اللجنة مكافحة المنشطات دي حاجة كبيرة جدا وليها قوانين وأن رئيس اتحاد الكرة حجم الاثنين يا إما النهاردة هو في تصريحاته الإزاعية أو تصريحاته الإعلامية يكون أعلن عن عقوبة اللاعب عن عمد فدي جريمة 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 رياضية يا إما أعلن عنها عن جهل بالقانون ودي جريمة أكبر جريمة إدارية أكبر إننا الراجل أبقى في منصبي ده أبقى رئيس اتحاد الكرة والنهاردة أبقى مش عارف القانون بيقول إيه فيما يخص الإعلان عن إيجابية عينة أي لعب من عدمها دي مشكلة مشكلة كبيرة كبيرة جداً المشكلة الأكبر إن الخطاب اللي وصل لاتحاد الكرة وأنا اتأكدت من الكلام ده ووصل لنادي البيرامدز ما بينصش أو بينم أو بيقر بأن عينة رمضان صبح إيجابية بيقول إن العينة اللي اتخدت خلي بالكم العينة دي متاخدة في شهر 8 شهر أغسطس اللي فات يعني تتكلم في تقريباً 8 شهور 8 شهور لو كانت العينة بتاعت رمضان إيجابية كان هيتم الإعلان يعني فور يعني التأكد من إيجابية العينة كان هيتم الإعلان إن العينة إيجابية ولكن ما علمته إن تم إختار نادي البيرامدز بأن العينة فسدة لسبب ما وإن بيتم يعني إيه دلوقتي اتخاذ إجراءات لفتح العينة الثانية زي ما عدرككم عارفين لما أي عينة بتتاخد بتحط في زستين واحدة بتبقى العينة الأولى وواحدة العينة الثانية